ايه يا شباب عاملين ايه عندنا فيديو جامد النهاردة ايه ده ايه ده بتاعمل ايه يا ابني انا ايه اعمل الشانل بتاعتي بتاعتك ايه يا ابني بتاعت انا خلاص يا عم انا ماشي معلش يا شباب نبدأ الفيديو بجد بقى زي ما انتو عارفين ان من اهم الحاجات اللي بتميز علم الرياضيات هي السوابة الرياضية او الماسماتيكا الكونستنس والكونستنس دي كتيرة جدا وباللها تقريبا موجودة في كل فروع الماس بطريقة معينة زي باي او اي بس النهاردة احنا هنتكلم على واحد من اشهر واهم السوابت وهو الثابت اي واول حاجة بتميز ال اي انها رقم اراشنال او عدد غير نسبي يعني رقم ما تقدرش تكتبه على شكل كسر بين عددين صحيحين وبداية ال اي كانت في سنة 1618 في احد اعمال الماسماتيشن المشهور جون نابير عن اللغارات مات لكن اوراق نابير مكانش فيها قيمة الكونستنس ده بكام وانما مجرد اشارة ان الكونستنس ده لي وجود والحلوة في اي انها مش جاية من شكل هندسي زي باي وسكوير روت اوف تو وانما هي لها علاقة بتضخم الاشياء ومعدلات التغير تيجي انت بقى تقولي طب هي ليه مرتبط التضخم ومعدلات التغير اقولك انا بقى خلونا نرجع للقصة الاصلية اللي جات منها ايه كان فيه عالم اسمه جيكوب برنولي سنة 1683 برنولي قدر يكتشف الايه عن طريق اجابته لسؤال متعلق بالcompound interest او الفايدة المركبة تعالوا نفهم ايه الفايدة المركبة دي تخيل انت عندك حساب في بنك ومعاك فيه جنيه والبنك ده كان كريم جدا وقالك انا هديك 100% فايدة مرة كل سنة فدلوقتي انت معاك في الحساب جنيه ومعاك 100% فايدة كل سنة فده معناه ان بعد سنة واحدة هيبقى معاك 2 جنيه يقوم البنك يقولك لا انا مش هديك 100% فايدة كل سنة انا هقسمهم لك انا هديك 50% فايدة كل 6 شهور هل الحالتين زي بعض هل ده احسن ولا اوحش احنا بدأنا بجنيه ومعانا دلوقتي من البنك فايدة 50% كل 6 شهور فده معناه ان بعد 6 شهور هيبقى معاك جنيه ونص وبعد 6 شهور معايا 50% فايدة تانية فعلى الجنيه ونص 50% يبقى معايا ككل 2 جنيه وربع فكده ده احسن لي طبعا فبالتالي علشان يجيلي فايدة اكتر لازم اقسمها اكتر واكتر وعلشان نجيب قيمة الفايدة لو قسمناها اكتر ممكن نستعين بقانون الكمباوند انترست الاصلي البي هي القيمة اللي ابتدنا بيها اللي هي جنيه والن هي عدد المرات اللي قسمنا بيها الفايدة في السنة الواحدة والر هي معدل الفايدة اللي احنا بدأنا بيها 100% بس احنا هنا هنكتبها على انها عدد صحيح يعني واحد والتي هنا هي الزمن بيتقاس بالسنين واحنا هنا عندنا سنة واحدة فدلوقتي بعد معرفنا القانون ممكن نقسم الفايدة كزا مرة في السنة فلو جربنا نقسمها اربع مرات في السنة هيطلع لنا 2.44 يعني زادة ممكن نعملها كل شهر وممكن كل يوم وممكن كل دقيقة وكل ثانية وممكن باستمرار بشكل لا نهائي فبالتالي ممكن نكتب الشكل العام 1 plus 1 over n all power n وعلشان نجمع فايدة مستمرة بشكل لا نهائي لازم نخلي ال-n دي 10 to infinity لازم نخليها تقرب على المالة نهاية قوي فدلوقتي السؤال اللي بيواجهنا ايه هي قيمة الفايدة لما نخلي ال-n تمتد المالة نهاية هو ده السؤال اللي برنولي كان عايز يجاوبي ولكنه مقدرش يوصل لحل ولكنه كان مجرد متأكد ان القيمة دي كانت بين ال-2 وال-3 ولكن بعدها بنصف قرن يجي العالم الشهير اويلر ويحلها وكانت القيمة بتاعت ال-e 2.7182818284590 الى مآخر وبالتالي كان اول تعريف ل-e من اويلر ان ال-e هي الليمت اللي 1 plus 1 على n all power n لما ال-n تمتد المالة نهاية بالاضافة ان اويلر قدر يحدد قيمة e ل18 مكان عشر باستخدام السيريس اللي قدامكو دي ال-e بتساوي summation لواحد على n فاكتوريال وال-n بتتدي من الصفر لحد ما لا نهاية تيجي انت تاني تقول لي ايه المهمة اوي في l-e دي ويه اللي يفرقها اوي عن باي او اي كونس انت تاني احب اقولك بقى صديقي ان ايه اهمتها لطة كل اطلاقا عن باي فمسلا ال-e تستغلاف ال-economics علشان تحسب بشكل مستمر الحساب بنكي زي ما عرفنا من شوية كمان ال-e هي اساس لغة ال-calculus اللي بتهتم بدراسة تدخم الطبيعي للاشياء ومعدلات التغير وحساب المساحات واشياء تانية كتير جدا تعال انا انا بقى فهمك يا ليه اساس لغة ال-calculus علشان نجاوب السؤال ده خلينا ناخد الدلة y equal e power x ونرسمها وخد اي نقطة على الجراف بتاعك خلينا هنا مثلا ناخد نقطة عندها ال-x بتسوي واحد هنلاقي عند ال-x بتسوي واحد الدلة او ال-y بتسوي e وهتلاقي عند نفس النقطة قيمة الميل عند النقطة دي برضو بتسوي e اللي هي نفس قيمة الدلة وقيمة ال-area او المساحة تحت المنحنة ده الممتدة للمينوس انفينيتي برضو بتسوي اي يعني ببساطة خد اي نقطة على المنحنة او الجراف ده وعند النقطة دي قيمة الدلة وقيمة الميل وقيمة المساحة تحت المنحنة عند النقطة دي هتلاقيهم دايما قد بعض وبسبب الخاصية الفريدة دي اصبحت الاي هي اللغة الطبيعية للتفاضل والتكامل والخاصية الفريدة دي للاي باور اكس ممكن تترجم في التفاضل والتكامل ان التفاضل بتاعة الدلة دي يديك نفس الدلة والتكامل بتاعها يديك نفس الدلة برضو وكمان الاي هي اساس اللغراتمات الطبيعية فلوك بيز اي يدينا اللين وبرضو الاي بتستخدم في حاجات تانية زي الاحسن لعمل موديلز الحاجات كتيرة زي تضخم التعداد السكاني ومستعمرات البكتيريا كما ان الاي جزء من معادلة النورمال ديستريبيوشن اللي تعتار من اهم الكونسبت في عالم الاحسن ده كفاية ان الاي قدرت تجمع بين اشهر ثلاث ثوابت في الرياضة كلها في معادلة واحدة اللي هي اويلرز ايدنتي وبتصنف كأنها اجمل معادلة في الرياضة كلها وحاجات تانية كتير الاي بتساهم فيها بس مش هنقول عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده فانت ما تجيش تسألني امتى لقيه هتظهر في العالم الحقيقي بس اسأل نفسك امتى لقيه هتبطل تظهر في العالم الحقيقي طبعا لو عجبك الكونتنت اللي بنقدمه ما تسنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفتح نوتفيكيشنز عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة وشكرا